بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى قناة اليوتيوب بقول شي بشكركم على كل التعليقات الحلوة على اليوتيوب اللي وصلتني بحيي اصحابها طبعا انا مادرا نذكر الاسماء لانا ما شاء الله اسماءكم كتير فبحييكم واحد واحد بنسبة للابضيت للبيتكوين البيتكوين حاليا حيكون وجها لوجه مع هدول المقاومتين تمام فحيكون ادعاشر الف سبعمية واحد وثمانين واثناشر الف ومية واربعة وثلاثين فلو تم الكسر حنستنى احنا السعر بس ليوصل لهي المنطقة تمام لهي المناطق تقريبا ارب عليها ارب كتير هنحول فلوسنا لليو اس دي تي للتثر اوكي ليش مش هنضمن ما سيصير عنا هون انعكاس وهبوط حنستنى اختراق بعد انكسر بشامية اربعة ساعات بعد اعادة الاختبار حنطلع الشراء باذن الله تعالى تمام حنعمل اهدافنا عشرين الف ثم واحد وثلاثين الف حنطلع زمنيا بتاريخ تلاتين ابريل السبوع الاخير من شهر ابريل حيكون صعود مدته شهر واحد فقط احتراقات في حال شو كالمها هاده الصعود الآشرين الف وتلاتين الف بحال تمكسر هاي القمة عليه القمة Goes هي القمة وهي القمة وهي القمة في حال تمكسرهم وفي حال تمكسره وهذا الكلام رح يتحقق وبصvآ لدخل نشتري حتى ال 20ع الف و courtesy اتين الف ان شاء الله تعالى حشرها حيكون مدته شهر واحد فقط بعدين حيكون عنا هبوط اتجاه الحابط فخلينا نشوف الله شو بيسهل المعنى شو بيسر عمورنا بالنسبة الى البيتكوين طبعا نحنا الناس بتعرف طريتي بالتحليل انا بحلل بعدين قد تدخل بالصفقة انا بدخل الناس بالصفقة بشأن ما حدا بعدين يقول لي انا خسرت بالصفقة فالصفقات اللي بقول عليها انا ادخلوها سواء انا قناتي على التليجرام او سواء انا قناتي على اليوتيوب فانا بقول لنا ادخلوا من هاي المنطقة وطلعوا بهاي المنطقة وبحاول تابع صفقاتي قدر الامكان طبعا احنا كنا متوقعين وكنا بنحكي بـ 17-1-2013 كنا متوقعين حبوطي استمر حتى الشهر الثالث ثلاثة ثلاثة او ستة ثلاثة نعمل القاع ولكن حقيقة لو بالفعل تم الكسر بعد ما يتم الكسر حيكون القاع طبعا نتكون بهاي المناطق ما كان وصل الاهداف السعرية طبعا احنا حددناها بالفيديو طبعا الانفجار عظيم هنا كانت متوقع اهداف اقل من هيك حتى بنسبة لل ايشو اسمه الريبل بنسبة للريبل متوقع اهداف اقل هيك من هيك بالنسبة للريبل ولكن نشوف الحنا لو تم الاختراق بنسبة للبيتكوين لو تم الاختراق بنسبة لبيتكوين فاحنا هندخل شراء حتى الان احنا عم انتصر حتى نشوف وشو حيعمل بهاي المنطقة. بهاي حندخل شراء بأهداف تلاتين الف. تلاتين الف ثم عشرين الف ثم تلاتين الف. بلس بلا ريبل ريبل. نفس الكلام. نفس الكلام لو تم كسر منطقة التزبزب هي. اوكي. فحنا حنت اكد انه كانت هي موجة دافعة. حتكون موجة دافعة. فحن اشتري. نحط اسطابلوزنا اسفل منطقة التزبزب. حنا اطلع ان شاء الله للتنين فاصلة اتنين واحد فاصلة سبعة ثم اتنين فاصلة اتنين اربعة. هي هي اهدافنا حتى نهاية شهر ابريل. فالبيتكون حاليا انا شاف فيه فيه طلوع. فيه طلوع. فيه عزمة طلوع. انا كانت بتوقع من هاي المناطق انه نهبط. ولكن بسبب عزم الدورة الزمنية الصعيدة فانحنا ما هبطنا. ما في مشكلة. بالنهاية الاتجاه العام طبعا انا احنا محددينه ان احنا صعود بهي الفترة. حاليا بدأ يتحقق. فانحنا نشوف الله شو بيخلق معنا بسبب هاي المناطق. نشوف الله شو بيسر امورنا بهي المناطق. نحنا ما هنشتري لاسيما انحنا صفقة طبعا مدة طويلة حوالي شهر. فالتريث كتير كويس بهيك مناطق. خلينا نشوف فصلة تم اختراق. وكسر فوق. حنت اكد انه تجاهنا صعيد. تمام. وحنا نطلع الى عشرين الف و تلاتين الف. رجاء هبط لتحت. حنا اعمل ابدويت للتحليل. طبعا نشوف تحليلنا ليش كان خطأ وليش صار ما طلع. طبعا في حالة المصعود. متل ما تلكون شرط اساسي انه يتم الاختراق. ثم عادة الاختبار على الفريم الاربع ساعات. بالان نرشع نطلع لفور. نهاية الفيديو اتمنى جميع التوفيق. واتمنى لكم صفقات ناجحة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عمال جانب.